يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم كل سنة وانتو طيبين كل سنة ومصر كلها دايما يا رب في خير وحب وسعادة والحياة السنية دي عيد الفطر المبارك وأعياد المسيحيين بتتزامن مع بعض وده مخلي الشوارع كلها بتعيش حالة من البهجة بغاية في الروعة الحقيقة ربنا يجعل أيامنا كلها رب أعياد وأفراح ودايما كده رب المصريين إيد واحدة في الفرح قبل الحزن والحقيقة أنه كل سنة بنشوف من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشاركة لأبناء الشهداء ومصابي العمليات العسكرية في احتفالات عيد الفطر المبارك والحقيقة أنه ده تقليد مهم جدا بالنسبة للأسر والعائلات دي لأنه الحقيقة اهتمام الدولة المصرية وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشهداء وتقدير قيمة اللي الناس دي عملوه علشان نعيش أمينين مستقرين علشان يفضل جيش بلدنا من أقوى الجيوش وعلشان تفضل حدودنا مصانة دور كبير جدا 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 ويعني بيضحوا بأرواحهم أغلى شيء علشان نعيش أمينين مطمئنين فمهم جدا أنه نشوف وجود سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط أهالي الشهداء والمصابي هذه العمليات في المناسبات الهمة زي صلاة العيد والنهاردة أدى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة العيد في مسجد المشير تنطاوي وشفنا الصورة الحقيقة قريبة من القلب أو الصور بتتكلم سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الصلاة كان حواليه أبناء الشهداء وكان بيشاركهم الحديث مباشرة بعد الصلاة وبعد كده شفنا الاحتفالية اللي كانت معمولة في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة وشفنا الفعليات اللي ابتدت بالفيلم التسجيلي اللي كان بعنوان العيدية في مصر والفيلم بيشرح أجواء العيد الخاصة جدا في مصر وبعد ما الفيلم ده اتعارض كان كمان فيه عدد من الفقرات الفنية اللي شارك فيها الفنان حمد هلال وكمان الفنان حكيم وكان فيه أوبريت الليلة الكبيرة وكمان كان فيه مشاركة للفنانة هالة رشدي مع كرال دار الأوبرا المصرية الحقيقة أنه وجود سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصراره الدائم على الحديث عن ما يقدمه الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية في كل المناسبات مش بس الأعياد سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص دائما على أنه يذكر الشهداء ويكرم أسر الشهداء ويستمع لمطالب هذه الأسر دا دايما مش بس في الأعياد ومش بس في المناسبات سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على أنه وجود الأسر دي هو تكريم لصنيع أهليهم للحفاظ على أرض وهوية هذا الوطن أجواء كانت الحقيقة يعني كلها فرحة وسعادة وبهجة بوجود سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وشوفنا سيادته هو يعني بيتصور مع الأطفال وبيوزع عليهم الهدايا وساعدتهم الكبيرة بوجود سيادته والصور اللي أخدها معاهم والطفل الصغير اللي والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دخل جري على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضنوا الحقيقة صور كلها مشاعر بتشرح نفسها يعني لو حضرتكم اتفرقتوا النهاردة على الاحتفالية والصور اللي خارجها من الاحتفالية تؤكد أهمية اهتمام الدولة بأسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية في يعني مواسم زي دي خصوصا يعني جاي عليه العيد وأبوه مش معاه وبيوعانه طبعا معاناة الفقد دي معاناة كبيرة جدا 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 لما يلاقي نفسه بيكرم من الدولة المصرية والدولة بتهتم به ويعني بهذا الشكل وبهذا التكريم وفي محفل زي اللي احنا بنشوفه النهاردة شيء مهم جدا جدا جدا